السلام عليكم ازايكم عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير احمد سعد يحيي حفل زفاف سمية الخشاب ومحمد رمضان وايه حرب التصريحات والتلقيحات اللي عمالها تحصل بناتهم وان سمية الخشاب وصفاته بارنين كده وتفاصيل كتيرة جدا وحاجات يعني رخيصة اوي مش قادر اقول عليها اكتر من كده هو ده الوسط الفني وما يعني خفية كان اعظم هنشوف تفاصيلنا نوحد الله ونصلي على رسولنا عليها افضل الصلاة والسلام احمد سعد طبعا كلنا عارفينه انه كان متجوز همال خشاب وكان بينهم خلافات وطبعا اتطلقوا عادي وانهم خلاص كان ما حصلش نصب بينهم بس المشكلة ان الخلافات بناتهم كانت متطورة جدا ان هي اترفعت بقوادي وهي كسبت قضية المتعة بمئتين وسبعين الف جنيه وهي طلبت بمبلغ اكبر من كده وقالت انا استحق اكتر من ذلك ولسه بينهم قضية اللي هي بتاعة المؤخر وكمان هي قالت له ان هو ضربها وشالت الطحال بتاحها بسببه وكان فيه قصة كبيرة جدا الاعلام ما سكتش وتوصى بزيادة في الموضوع دلوقتي بقى لما هو فيه كل الخلافات ده يا احمد سعد ليه رايح تحضر اه جزء في الحفلة دي او في الفرح ده يعني حتى سمال خشاب نسيت ان هو تمثيل وقالت انا اول مرة حس ان عروسة بجد سعيدة جدا بان ترند آآ في على تويتر وكمان على اليوتيوب او يعني بقى لي تلات ايام ترند وتفاصيل كتير يعني موضوع المفروض ان هو كان بمجرد ان هو تمثيل كمان محمد رمضان كتب آآ كتب على صفحته لسه اللي جاي احلى وهتشوفه اللي جاي مفاجآت محمد بقى احمد سعد رد عليه وقال له يا محمد رمضان الف مبروك ويا ربنا يجعلها اخر الاحزان طب لما انت زعلان اوي كده وشايل ومغلول اوي كده يا احمد سعد رايح تحضر ليه يعني ده كله عشان الفلوس قال بعد كده لما قالوا له رحت حضرتي ليه محمد سعد رد وقال انا ما كنتش عايز والله لكن قال لي محمد رمضان ان ظهوري هيعلي المسلسل وايه رأيك لو عملني حاجة حلوة في رمضان وجيت قال له اسأل سمية الخشاب قال له سمية الخشاب ما عندهاش مشكلة ومبسوطة بوجودك فيه ولكن لحد هنا طب تمام ماشي سمية الخشاب نزلت الصورة اللي حضراتكم شايفينها دي وهو قبلها نزل لما تبدل صاحبك الكنز وانت تافف فيه باصك فيه بعتزر طبعا على اللفظ لكن هو مكتوب امام حضراتكم نزلها عنده على صفحته احمد سعد ويقال لله محمد رمضان يا ربي جهل اخر الاحزان سمية الخشاب ردت عليه بشكل الارنين ده وطبعا احنا عارفين انها تقصد مين يعني ان هو راح علشان الفلوس وان هو يعني تصريحات آآ رخيصة قوي ودعاية رخيصة جدا جدا لو انتو تفاكرين ان اللي انتو بتحملوه ده دعاية للمسلسل عشان ينجح كده كده المسلسل واقع يعني لو حضراتكم ملاحظين هو في اقل نسبة مشاهدة بين كل المسلسلات سمية الخشاب لما نزلت ده طبعا في محمد رمضان كمان آآ مش عاجبه الموضوع لان الموضوع دخل في حرب بس محمد رمضان مش هقول مش عاجبه هو عاجبه لانه المسلسل من مبارح للنهار ده علشان طبعا كل التصريحات اللي عمالة تشتغل دي على محمد رمضان وكمان على سمية الخشاب انا مش قادر اشوف ان دي حاجة كويسة وبتعالن مسلسل بالعكس دي سقطة كبيرة جدا لاحمد سعد وكمان لسمية الخشاب ان هي دي واحد يعني اهانها وضربها وقالت ان هو شيلت الطحال بسببه رايح اتمثل معاه مشهد حتى في مسلسل بعد كل اللي حصل وهو بعد كل اللي هي قالته عليه وان هو قالت الفاظ يعني انا مش قادر اقولها دلوقتي رايح ترقص في فرحها وتقول مبروك يا حبيب قلبي يا محمد رمضان وربنا يجعلها لك اخر الاحزان طبعا يقصد سمية الخشاب هو طبعا مغلول جدا وباين عليه معين على فكرة كما هم اتنين انفصلوا لو كانوا دخلوا الموضوع ان هما بيعملوا دور في مسلسل وخلاص وكل واحد يروح لحاله انما ده شغالين بقى دي تكتب بوست وهو يرد عليها وهكذا من مبارح للنهاردة مش ساكتين تماما وده كله بصب طبعا في مصلحة محمد رمضان ان الناس عايزة تشوف الحلقة وعايزة تشوف سمية الخشاب عملت ايه وزي ما هي قالت ان هي فعلا الترند بقالها يومين على تويتر وعلى اليوتيوب هو ده طبعا الموضوع اللي انا اتكلمتي فيه لان الموضوع من وقت ما محمد رمضان نزل الصورة دي على صفحته قبل عرض الحلقة والناس كلها عاملة ضجة كبيرة على احمد سعد انت ازاي قدرت تروح وهو شايلها بالمنظر ده وانت واقف وهي وصفته ان هو ميركب قرنين يعني مش فارق معاه اصلا تصريحات كتيرة بس هو ده الوسط الفن زي ما قلت لحضراتكم خبايا اعوز بالله وكل واحد بدور على مصلحته حتى لو كرمته هتتحطى عليها هم مش فارق لهم كرامة ولا اي حاجة يلا النهار ده معيك مصلحة اديني معاك بكرة خلصت يبقى يلا انا معرفكش يلا انا بعتذر طبعا لو طولته وده كان موضوعي شكرا سلام عليكم